إجراءاتنا مشددة لمكافحة فيروس كورونا من خلال فرض حجر صحي على آلاف الأشخاص حول العالم فما هي الإجراءات التي تتخذ داخل ما يسمى بالحجر؟ كيف يتم التعاطي مع المرضى؟ وأيضاً الإجراءات التي يتخذها الأطباء لتجنب العدوى؟ للمزيد تنضم إلينا فيه لستوديو الدكتورة يومنا ديران اختصاصية أمرات جرثومية ومعضية صباح الخير دكتورة والألاف من الأشخاص بما أنه انتشر فيروس كورونا بشكل كبير في أغلب البلدان دعينا نتحدث عن الإجراءات التي تتخذ في هذا الحجر وفيه فرق ما بين الحجر الصحي والعزل أم هما واحد؟ فيه فرق أول شيء بالعزل هو وقتها بيكون عندنا مريض يا مشكوك بأمره أنه عنده الكورونا هنحكي عن الكورونا اليوم أنه فيك عزل لغير الأمراض بس خير نركز على الكورونا بيكون عنده احتمال كبير يكون عنده المرض أو عنده المرض هيدا منعزله به غرفة لحاله بالمستشفى وبيكون عندنا إجراءات وقائية اللي هي منلبس فوق الكوت الأبيض شيء مريول آخر ومنحط كفوف ومنحط أوقات غطاء للعيون حسب قدي عنا العوارض ومنحط الماسكي اللي هو الكبير اللي بيسكر من هون هيدا العزل يلي بكون عندنا مريض مأكدين أو عندنا احتمال كبير يكون عنده هالمرض بالمستشفى أكيد بيكون عنده نيرسو الخاصة الدكتور الخاص حتى بنخفف من مواجهة غير المرضى هيك بنكون خففنا قد ما فينا أو على الأخير أنه ينتقل المرض لغير أشخاص الحجر أو الكارنتين هي وقتا بيكون عندنا جروب أشخاص احتمال فيهن هيدا المرض أو احتمال إجال عندهن بطريقة ما فيت هالمرض ما عنا مين اللي فيهن بس فيه احتمال فهالحجر ما بيكون بقلب المستشفى بيكون ممكن يكون بره الكارنتين يعني فقد ما فينا من نعزلهم عن غيرهم من الجروبات كمان الهدف زيته حتى نخفف من إنه ينتشر المرض ولكن مش متل اللي هي العزل يلي بيكون المريض لحاله بغرفة لحاله الحجر بيكون متل ما عم بيصير مثلا بيكون إنه قد ما فينا نخفف من التجمعات نخفف من كل شيء يقدي إلى أشخاص يكونوا بنفس المحال وإنه يطلع ويفوتوا من هالجروب اللي عم نعمل له الحجر وكذلك الحجر المنزلي اللي هو يبقى في المنزل لمدة أربعة عشر يوم لا يخالط أحد حتى مظبوط هلأ الحجر الأربعة عشر أو أوقات من مدة لثمانة وعشرين يوم لأنه في من بعض الحالات من بعد الأربعة عشر يوم ظهرت بعض العوارض وصار في كورونا طيب خليني أنا أسألك اليوم عن بعض المعلومات اللي يقال بأنه هذا يعني رأينا بالصين أنه قاعد يحلقون شعر الممرضات هل من الممكن إنه هذه الجرثوم أو الفيروس تنتقل إلى الشعر تنتقل إلى الملابس تبقى في هذه الأماكن حتى يعني تأثر بغير مرضى هلأ إذا عنا بالمستشفيات لح أحكي غير عن الحجر اللي بره بالبيت بالمستشفيات نحنا عم نعمل شغلتان شيء اسمه إربون بالإنجليش اللي هو من خلال التنفس والكونتكت اللي هي من خلال اللمس قد ما فينا بوقتا نفوت لعند مريض عنده كورونا عم نحاول نحمي حالنا لأنه في عنا مرضى تانين طبعا وللمجتمع كمان فإذا فينا قد ما فينا هلأ حل الشعر ما عم بيكون نحنا منغطي الشعر بالفيش غطاء الشعر وقد ما فينا منقول ما منحط أي مجوهرات منحط كفوف أصلا ومنغطي لهون فوق الكوت والتعول الحذاء هلأ بالصين عم يحلقوا الشعر ممكن هذه لأنها تنتشر الشعر وتختلط الحقيقة بالشعر هلأ ما بعرف مضبوطة ولا بس الفيروس بيعيش على الأسطح لمدة معينة من الوقت عم بيقولوا أبتو ثمان ساعات هلأهو الفيروس بشكل عام بده جسم يعني بده تعيش بقلب جسم يا حيوان مش بس الكورونا غير الكورونا أو إنسان فبتعيش على الأسطح فترة أصيرة فإذا أنا عندي مريض وبدي فوت لعنده ورجع أطلع من عنده وأفحص وكل شيء واشتغله بغراده قد ما فيي بدي غطي حالي لحتى وقته أطلع وفي غرفة بين ما أطلع لعند غير مرضى بهاي الغرفة بغير كل هالقصص وبحطها هونيك وبرجع بطلع طب كيفية التعامل مع المرض كطباء بيعملوا إيه مع المرضى بيعملوا إيه الأدوات التي يستخدموها أطعمة تقوي المناعة هل بيشتغلوا على هذه الأمور؟ هلا المرضى عم بيكونوا تقريبا خلينا نقول رفلي تمانين بالمية عم بيكون عندهم العوارد الأخف وعشرين بالمية عم بيكون عندهم العوارد الأقوى اللي هي عم بتكون التهاب الرئى الحاد التمانين بالمية بكل الأحوال ما فيه علاج عم بيكون مثل أي إذا بدنا كورس أوف فيريل إنفكشن هو كيف عم بيكون فيروس مدت مسلا قد ما يكون هو عبانتو؟ بها الفترة ما نشوف عنده ما نعالج الحرارة من عارق من عالج الأعراط الممكن الوقت يكون التنفس الحاد أو عنده شي بالرواية يضطر استعمله مساعدة بالتنفس ألا وهي من كون تكون ماشين من بره أو يكون فيه تيوب لجوه دي الأعراض الشديدة؟ دي الأعراض الشديدة كمان هون منساعد بالتنفس كل هالوقت عم نحاول نكسب وقت ونساعده وتتمنعته هو تقاوم لأنه متل ما منعرف ما فيه علاج له هالمرض هلأ عم تقولي كيف نستعمل الأدوات وهذا بيكون عندنا حالة ايزوليشن مثل هيك إن كان كورونا ولا غير كورونا الأدوات بتكون له بس يعني حتى السماعات اللي بنستعملها بتكون جوه إذا بنا نرجع نستعملها لغير شخص بدي تكون معقمي بتعقيم الحاد فحتى الآلات كمان بدي تكون معقمة وللشخص واحد ما بنرجع نستعملها لغير من الله شخص طيب أنا بس بيودي أن نتساءل حول يعني البعض تختلف الأعراض لديهم البعض يقول أنا حسيت بي بعض الآلام ولكن الفترة انتهت وفي الطريق كما يخبرني الأطباء إلى التشافي هل يعني والبعض الآخر يكون في غرفة العناية المركزة هو يعني يهاجم الرئتين يهاجم أعضاء حيوية أخرى إلى أين يتجه هذا الفيروس ليعيش؟ الفيروس هيدا مثل كل بيحبوا يعيشوا بالجهاز التنفسي في فيروس بتختلف تفاصيل صغيرة مثلا بعطس أكتر بالإنفلوانزا من الكورونا بس بشكل عام العوارد كتير بتشبه بعضها هلأ كيف هالعوارد كيف يعني كيف الكورونا بيحب يعمل أكتر شي بيحب يعيش هون وبيحاول قد ما فيروح على إذا فينا نقول إذا هو يعني يروح على الروية مين اللي بيتافع عن هالشي الشخص المناعة تتبعه فمين اللي عم يتأثر أكتر بأنه يكون أقوى الكورونا عليه أو عم يأثر عوارد أكتر هو الشخص اللي مثلا عنده أمراض أخرى عنده مناعة أخف يعني هذا الشي ما بيطمن الأشخاص اللي عندهم أمراض بس أنه للأسف عم بتكون القصص بكل الأمراض بكل الفيروسيز الأضعف اللي منعته أضعف هيتصاب وضحة الصورة أنه ما هي الأعراض سعلة أو كحة أو نشلة أو عطز لأنه تلخبطنا طيب الرفلي لأنه أجن يمكن يجي حداً عم بيعطس ويوجع راسه وعنده حرارة اللي هي بتشبه الإنفلوانزا ويكون كورونا بس الأكتر شي عم بيكون هي حرارة سعلة وأوقات عم يكون فيه إسهال أزوان بس استوضاح منك الأشخاص المرضى أو مصابين فعلياً بفيروس كورونا فيه شكوك أو مخاوف أنه شخص آخر يكون مصاب فبيتم حكزه في الحجر الصحي لا يتم التواجد مع بعض صح؟ يتم فصلهم نهائياً أبداً يعني حتى لو الأم والأولاد لا عم نحكي كمستشفيات بالمستشفيات إذا عندي أنا جاي حداً وعنده احتمال عالي إنه يكون عنده يعني فيه كريتيريا معينة أكيد بيكون عزل لحاله عم نعمل حجر بالبيت إذا جاي مثلاً ما عم تقوله جروب كانوا بمحل ممكن يكون مصابين أو ممكن شاهدوا حداً هلأ يا بيتم العزل كجروب كامل بما في عوارد منحطوا مع بعضهم إنه هو دي كلهم وما حيكونوا بالمستشفيات أو من نعمل لهم الفحص من انطر 24 ساعة على يطلع النتيجة ومنخليهم فلو على البيت ومنحطهم بالحالة اللي هي مسحة من مسحة المخار واللعاب هل الدم أيضاً يأخذون دم؟ لا الدم للسكرين شكراً جزيلاً لك الدكتورة يمنى ديراني اختصاصية أمراض جرثومية ومعضية شكراً شكراً